جميل أيها الأخيار أن ندعو الله أن يطهر قلوبنا من الحسد ثانياً من علاجاته أن تغبط المؤمنين ليس شرطاً أن تحسدهم الغبطة أن تتمنى مثل ما لإخوانك أن تتمنى مثل ما إخوانك ويقصع سلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله المال والآخر آتاه الله القرآن من علاجات هذا الداء أن تتمنى من الله أو أن تدعو الله أن يهبك مثل ما عند أخيك أخوك هذا المؤمن عنده مال أطلب يا ربي أعطني مالاً لماذا تتمنى زوال نعمة الله عليه لماذا تحرق قلبك ثالثاً أو رابعاً اعلم أن الحسد لربما أصبت به غيرك بالعين والحبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق ولو أن شيء سابق القدر لسبقه العين ردد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد